ما حكم من يقدح في دين الإسلام أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله يكفر من يقدح في الدين أي يذم الدين ويطعن فيه وكذا من يقدح في أحد من الأنبياء أو في جميع العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله وشعائر الله هي معالم دينه أي ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والأذان